موسيقى صباح الخير كل يوم تموت 800 امرأة بسبب تعقيدات ومضاعفات صحية متعلقة بالحمل والوضع وفي كل سنة يتم إحصاء 80 مليون حالة حمل غير مرغوب فيه في العالم و22 مليون عملية إجهاد تجرى في ظروف سيئة هل تعلمون أن الصحة الجنسية والتنسلية معترف بها كحق من حقوق النساء منذ المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لعام 1994؟ ولكن هذا الحق لا يحترم ولا يمارس على النحو الواجب مما يستلزم جهودا من قبل الصحفيين المختصين في الصحة لتوعية وتثقيف عامة الناس كيف يمكن التطرق إلى هذا الموضوع بعبارات بسيطة وبدون صدم معتقدات الأشخاص وقيمهم وبدون استعلاء في الوقت نفسه بعبارات بسيطة وبدون صدم معتقدات الأشخاص وقيامهم وبدون استعلاء لنتطرق أولا إلى ما تشمله عبارة الصحة الجنسية والتنسلية تعرف منظمة الصحة العالمية الصحة الجنسية والتنسلية على أنها حالة من الارتياح الجسدي والعقلي والاجتماعي في المجال الجنسي وعليه فإنها تستلزم علاقات جنسية بالتراضي علاقات جنسية خالية من العنف وآمنة وتفترض كذلك الحرية في الإنجاب أو عدم الإنجاب تدرس الصحة الجنسية والتنسلية أيضا المسائل التالية منع الحمل وتقديم الرعاية لحالات الحمل غير المرغوب فيه تقديم الرعاية لضمان سلامة الأم في فترة ما بعد الولادة الوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا وإجراء فخصات الكشف عنها الوقاية من سرطان عنق الرحم وإجراء فخصات الكشف عنها الاعتداءات الجنسية واحترام السلامة الجسدية ختان الإناث علاج الاضطرابات الجنسية والجنسانية وعموما تعنى أيضا الصحة الجنسية والتنسلية بالتوعية الهدفة إلى التحرر من الخوف والخجل وتأنيب الضمير والمعتقدات الخاطئة والسائر العوامل النفسية الأخرى تدركون بأن العراقيلة التي تعترض مجال الصحة الجنسية والتنسلية عديدة ومتنوعة سواء كانت ذات طبيعة دينية أو ثقافية مثل عبء الثقافة الذكرية على رقابة جسد النساء أو ذات طبيعة مادية مثل الاستفادة من وسائل تنظيم النسل أو طرق تقصي بعض الأمراض ومن أجل التوضيح سنقدم لكم فيما يلي بعض الأمثلة المختلفة المستمدة من شتى أنحاء العالم تخذت حكومات عديدة مبادرات لإدراج دروس في التربية الجنسية في مناهجها الدراسية لكن نتائجها لم تكن مرضية وما حدث في الصين أفضل مثال على ذلك قرر مجلس شؤون دولة الصين أي الحكومة الشعبية المركزية تقديم دروس في التربية الجنسية في المدارس ولكن لم يكن ذلك مجدياً وكافياً لأن المعلمين ركزوا على البيولوجيا وعلى الامتناع عن ممارسة الجنس ومع ارتفاع العلاقات الجنسية خارج الزواج التي تشهده الصين بسبب الانفتاح الذي طال المجتمع الصيني فتحت مخيمات للتربية الجنسية لتقديم أفضل مساعدة للمراهقين لنتطرق الآن إلى مسألة منع الحمل النسبة الجديرة بالذكر هي 14.7% في غرب ووسط إفريقيا تمثل هذه النسبة معدل الشبات اللواتي تتراوح أعمارهن بين الخامسة عشرة والخامسة والعشرين سواء كنا متزوجات أو غير متزوجات واللواتي يستخدمنا حالياً طريقة من طرق منع الحمل وتبرز هذه النسبة المستوى المتدني للصحة الجنسية والتنسلية في هذه المنطقة ويمكن تفسير ذلك بصعوبة النفاذ إلى خدمات الصحة الجنسية والتنسلية المناسبة وصعوبة الوصول إلى معلومات منثوق بها وبعوامل اجتماعية وثقافية مرتبطة بالمحظورات الجنسية وبالزواج المبكر ففي السينيغال مثلاً تحاول الحكومة حالياً إعداد برامج للترويج لطرق منع الحمل وذلك بالرغم من المقاومة الثقافية الشديدة وبالرغم من نظامها الصحي المركزي دعونا ننهي حديثنا بالشرق الأوسط في الأردن تعد مسائل الصحة الجنسية والتنسلية لدى اللاجئات السوريات من أكبر المسائل الرهنة المثيرة للقلق فكثيراً ما يتعرضن للعنف المنزلي أو الاعتداء الجنسي أو نساء كثيرات منهن يصبحن حوامل بدون رضاهن وعليه يجب مساعدتهن على التعافي نفسياً وجسدياً وذلك هو الهدف الذي تصب إليه المراكز الطبية المخصصة للنساء هناك والتي تقدم رعاية نفسية وعلاجاً طبياً لهؤلاء النساء المحطمات أدعوكم لإجراء تمرين بسيط أيًا كانت معتقداتكم كيف يمكنكم معالجة مسألة منع الحمل على نحو يتسم بأكبر قدر من الموضوعية والاحترام